أزل مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إيزوران متمازيغ أو جذور المازيغية فالحلقة هذه بنتكلم عن حاجة كانت موجودة عندنا تستعمل في جبل نفسها اللي هي لقب أسرة كبيرة اليوم تسمى بأسرة الحارس الأسرة هذه اسمها أنموتري أو إنموتار في صيغطين الجمع أنموتري هو الفرد وإنموتار كأسرة كاملة أو كلقب للعائلة كلها طبعا السبب اللي نتكلم عليها المرة هذه لأن صديق من هذه الأسرة أراد أن يعرف معنى هذا الجذر ومنين جي وشان أصلا لازم نقول حاجتين مهمتين هنا واحد الجذر هذا متشاعب وكبير جدا بل حتى في النيولوجي أو الكلمات المستحدثة في اللغة الأمازيغية يعتمد عليه كثيرا الجذر هذا أنا شخصيا إلى وقت قريب مقتنع قناعة تامة أنه هو يام ياتيار اللي هو أمتر أن الأصل متاعه يام ياتيار جذر ثلاثي وحتى وقع في يدي مجموعة من الأدلة تقول أن الجذر هذا حقيقة ياتيار فقط جذر ثلائي وهو التا وراء هذا حقيقة جاء بنقاش طويل مع صديقي بدر كوكو هو اللي جاء لمجموعة من الأدلة ما زلت في صراع مع هذا ولكن هذا لن يغير في معنى هذه الكلمة أبدا سواء كانت امتر أو اتر وهذا حنجوه بروحه بعدين في حلقة تانية يبدو أني بنديرها هذا في حلقتين أو ثلاثة باش نشخوا على الكلمة هذه طيب امتر زي ما قلنا ترجع ربما تكون من نفس المعنى طيب نجد المعنى الأصلي في الغالب في الغالب لهذه الكلمة تمتارت في الغالب المعنى الأصلي له الدلالة الدل الدليل بعدين العلامة والصفة الهيئة الإشارة بل حتى تصل إلى معاني أخرى حنجوها في وقتها بس الدليل والدلالة هو المعنى الأصلي في هذا كله مثال نجد كلمة تمتارت على فكرة موجودة عند جميع التنوعات الأمازغية تقريبا الجذر هذا موجود كجذر ومعناه بمعنى العلامة موجود زي ما قلنا في تمازيغ مثلا يقولوا تمتارت وهي عندهم طبعا مفرد بدون جمع عن تمازيغ علامة إشارة علامة التعرف إلى آخرين وكذلك لها معنى معنى مادي وهي الصوة أو الإشارة والعلامة تضع في الطريق وإلى آخرين أو المعلم على الطريق وإلى آخرين في تمازيغ في نفس الدلالة الأصلية عند النفسيين التي تعني المباني الإستوانية هذه وحيانا تكون مربعة الشكل الإستوانية من ناحية تيفرن ومربعة شكل في نواحي نفسها والمناطق الأخرى التي نتجه على حدود جبل نفسها فهي علامات دالة على الطريق أهي أبراج مراقبة وهي إلى آخرين القيم عليها زي ما قلنا قبل شويه يسمى أنموتري أي القيم على تمتارت نجدها كذلك في ورقلا فهي تعني العلامة المميزة العلامة المميزة خصوصة هنا العلامة المميزة فقط فلما تقول أن فلانا علامة مميزة في وجهه أو علامة مميزة في لباسه أو كده ومن ناحية الصفة تقول تمتارت نس كده من علاماته أنه يرتدي كده من علاماته أنه كده فهي علامة مميزة ما زلنا في الدلالة والعلامة هي تدل عليها الصفة التي تدل عليها في مضاب تعني نفس الشيء وأعطي لها معاني أخرى سوف نتعرض لها بعد شويه فتمتارت وتمتار هي العلامة المميزة تحديدا العلامة المميزة تحديدا أو الدلالة على الشخص أو على الشيء في تشلحيت نجد من المعاني الكبرى لتمتارت هي النار الكبيرة التي تستخدم كإشارة أو كعلامة للدلالة على كذلك ولها المعنى كذلك الذي هو العلامة أو الدلالة والإنسان الذي يدل على الشيء فمثلا تستخدم كفعل نقال تيميتار النس يعني من دلالته تيميتار نيبلم أنظر إلى آخرين يعني من علامات السحاب المطر وإلى آخرين تحول معنى الدلالة أو العلامة إلى معنى الدليل فعند الهوكارو في الجنوب الشرقي وهو شيء تعلمته جديد في الجنوب الشرقي في المغرب تمتارت أو تمتارت اللي هي الدليل أو البرهان الذي يقدمه الشخص في حين الخصومة أو في حين النزاع أو إلى خيره فهو تمتارت الدليل الدليل لاحظوا معي أرجعنا إلى المعنى الأول الدلالة وخصصناه بالدليل أو البرهان الذي يقدمه حين النزاع هذا نفسه نجده عند الهوكار يقولون السمتر اللي هو جمعي السمتار الدليل أو الإنسان الدال على الشيء وكذلك الدال على الخير الإنسان الذي يدل على الخير والغريب أن أصبح الشخص الناصح أو الذي يقدم النصيحة وإلى آخره يحمل نفس الاسم طبعاً هما عندهم تمتارت بمعنى العلامة أو الدلالة أو الدليل والآخر هي موجودة كلها في عند رقا ولكن أضيف إليه الاسم الفاعل اللي هي السمتار وإسم تارن بمعنى الناصح أو شخص الكثير النصح وكثير كذلك وأصبح منها كذلك معنى السمتر أنصح يعني كأنها تعني هنا دله على الخير هم خصصوها بدل من دله على أي شيء أصبحت يدله على الخير فقط طيب ولهو إيمتر وإيمتار الناصح والذي يأخذه من النصح وريسي فروك هي الكلمة المتبادلة والآخرية كذلك يعني اسم تارن هي النصح والنصيحة والآخرية شوفوا كيف الكلمة مشت من معنى المحن ولكن ظل المعنى الأصلي الدليل والعلامة موجود فهي زي ما قلنا قبل شوية العلامة والدليل هي تمتار وتمتار حتى عند أمازيغ الجنوب والغريب أن معنى النصح والدلالة على الخير وسع عند ظناك فأصبح يعني تغيير على المعنى الأصلي فأصبح تعني التحول التحول والانتقال يعني لما تعطي الإنسان أنت تتمنى أنه يتحول ويأخذ بنصيحتك ويأخذ بالدليل متاعك على الخير فهم عمموها ولكن ليس للمعنى الأصلي متاعها بمعنى الدلالة عمموها بمعنى آخر اللي هو التحول التغير وإلى آخره شوفوا الكلمة كيف تأخذ هذه اللي هي طبعا أنتم تقوله إمتر وشمتر شمتر عفوا شمتر أنا سمحت الإزام هوني شمتر وإمتر وطبعا عودة على لقب الموتني زي ما قلنا هو بيت أسرة كبيرة عندنا في فصاته في الأصل هي الدليل الشخص الدال على الخير ولكن بما أن القيم على الدليل وهو المكان هذا الموتني وتمتار وإلى آخره أصبح اللي تشبه الصمع عادي موجودة حتى في بعض مرات أخرى في تمازغة ولكن معروفة بها جبال نفوسة في حدودها أصبح يقوم عليه الحارس هذا الذي يقوم عليه وهو الدليل أصبح حارس كذلك للمكان فأصبح يعرف بحارس المكان وتستعمل تمتار بمعنى العلامة المميزة على الشيء بالتخصيص عن دمزاب زي ما قلنا تمتار وتميتال بل وزادوها تخصيصا على الهدية المميزة لشخص ما أو التذكار والتذكار والشيء المميز كذلك عند الهوغار عفوا مش الهوغار عند كل آير في النيجر يستعملونها بمعنى المخصص اللي هو الهدية المميزة له طيب الدليل أليس هو التذكار بالشيء وتذكير بالشيء الدليل البرهان اللي قلناها قبل شوية فكل آير نفسهم يستخدموها بمعنى الوصية كذلك تمتارت هي الوصية شفت الكلمة هذه كيف أخذت معاني كثيرة خصصت وعممت وانتقلت وأخذت معاني من مكان إلى آخر وقلنا تمتارت هي الهدية هي الدليل على زواج الشخص بالشخص فيقدم له تمتارت بمعنى الهدية طبعا وسعت فأصبحت تاني الهدية كثيرة ولكن المعنى الأصل انتعه هو هذيك الهدية التي تنطى بمناسبة الزواج كدليل وبرهان من الرجل على حبه لزوجته وعلى صدق نيته في زواج منها والآخرين طبعا توجد أفعال من هذا الإسرام توجد أشياء كثيرة إيس سمتر بمعنى عشار بل أن حتى الكلمات الجديدة هذه المولدة في اللغة الأمازيغية والتي نجدها في التأشيرة نجدها في العالم نجدها في العنوان نجدها في الدليل نجدها في التذكار نجدها في الشارات نجدها في الختم كلها أخذت من نفس هذا الجدر بل حتى نجدها في استعمالات زي الاندكس اللي هو المدخل التب تمتع أبواب الكتاب يسمى كذلك تمتارت وأمتار وإلى آخرهم طيب أهنيت شعبنا هلبا وخشينا في كلمات هلبا ولكن اللي يهمنا هذا كلها أن المعنى الأصلي للكلمة هو الدليل هو البرهان هو العلامة هو الشارع وإلى آخر هذا هو المعنى الأصلي لهذه الكلمة أحيانا وكما ذكرنا لو كانت الكلمة مأخوذة من التر ياتيار فهي أوسع من هذا بكثير جدا وتحتاج لحلقات كثيرة بحيث نشرها ولهذا نحن خصصناها هنا في أيام ياتيار وربما زي ما قلت الحقيقة ما زلت لم أجزم في هذا ولكن ربما تكون كذلك من أصل ياتيار فقط من غير الميم وهناك أذلة كثيرة كذلك على كلمات أمازيغية كثيرة من هذا النوع في الحلقة الجاية ربما نتكلم على التر تواتر تواتريوين وهو اسم كذلك مكان عندنا في جبل نفسه في مدينة تيفر يوجد عندنا مسجد ربما كان كنيسة قبل ما قبل وربما كان معبد قبل أن يكون كنيسة اسمها تواتريوين بمعنى الأدعية ونشوفوا شين علاقة هذه الكلمة بهذه الكلمة التي نجبناها اليوم والعلامة والدليل والأخير وشين علاقتها بالتجميع وشين علاقتها بكلمات كثيرة جدا نشكركم على حسن الاستماع وإن شاء الله نقوم على خبطكمش لأن زي ما قلنا الكلمة هذه متشاعبة هل بقى ربما تحتاج وتستمعوا إلى هذا الفيديو مرتين وثلاثة حتى ترسخ الفكرة فكرة الدليل في الأساس لأن اللي مصبب الخبطة هذه كلها هي أننا نستعرفها بمعنى العلامة فقط ولكن حقيقة لو رجعناها لمعنى الدليل وهو من معانيه العلامة الدليل من معانيه العلامة لو رجعناها للدليل كل هذه المعاني تقع في نفس المعنى وتدور على نفس الأصل تنمير دنون وإلى حلقة أخرى إن شاء الله تنمير